مرحبا اصدقائي. بهذا الفيديو برضو بداحكي على نيو تشارت. راح نبدأ الان بشارت خاص بالاريا. طيب كالبداية احنا دايما بنعمل سلكت للتابل اللي احنا بدنا نشتغل عليه. وبعدين بروح على اللاين اللي احنا شرحناها بالفيديو السابق لكن بنزل هون على اريا. اوكي. هلون في عندي اريا او في عندي اللي هو اه الشكل الموجود امامنا اللي هي الاستاكت اريا. اوكي. وبرضو اللي هي البرسنتاج استاكت اريا. وبرضو هون مشتغل على فكرات اللي هي الي ثري دي. طيب شوفوا معي الاشكال مع بعض. هلها هاي هون نفس العملية بتبين عندي اه الريفينيو باللون اه البلو او الازرق والاورنج اللي هو الاكسبنسز وهون نفس العملية ممكن نعمل فيلترينج على اه الاشهر اللي احنا بدنا اياها اذا بنلاحظ على التابل بتحرك معنا. اوكي. ممكن نختار مثلا شهر معين واحد فقط واحكي له اوبلاي. شوف معي. ممكن تختار اه مارش مثلا تيجي تحكي له اوبلاي. ممكن تيجي تحكي لهم سيلكت اول لكل الاشهر. اوبلاي. بدي ريفينيو فقط. اوكي. بتحكي له اوبلاي. بتطلع لك الريفينيو. بتكاشر الريفينيو. بدك الاكسبنسز فقط. اوكي. يعني هون انت اه بتصير نفس العمليات السابقة في موضوع الفاليوز. ممكن نرجع للفيديو الصادقة في موضوع الفلترينج. طيب اه نرجع اه خليني بس ايش اه اه احط على كلهم الاكسبنسز انهم مع بعض. اوكي هيك رجع لنا. طيب. الان هنا برضو ممكن تعمل ان هي السويتش رو كلهم. الشكل الاتي. شوف معي اعطاني اياها كاشهر. خلنا ارجح هذا الشكل هذا. ممكن هنا. اعطاني اياها كاشهر وكل شهر له لون خاص فيه. طبعا برضو هون ممكن تختار اه ممكن هذا الستايل تختار اه اه نرجع مثلا لفكرة الانسيرت هون. اه نرجعشه ل الستاكت ايريا شوف كيف معاي بالشكل الاتي. هنمثل لي ياه ام. فنفس الكلام احنا أحكيناه على المثال السابق لكن هونها طريقة التعبير عن الداتا وبرضو هون برجع حسب طبيعة الداتا. يعني هونة مثلا الايريها هاي ممكن نستخدمها بالخرائط الجوية. ممكن يجي نستخدمها مثلا في امور متعلقة بالجيولوجيا الى اخر شوف هنا فيه كمان عندي اللي هي اللي 3D شوف محلها الشكل حاطلك ايهان برضو هان الاشهر مع بعض وفي عندك اللي هو الستاكت 3D شوف نفس الشكل الاتي بس هم نسميها استاكت وهان حاطلي الاشهر وبتعمل برضو اللي هي زي ما حكينا الشارت تايتل بتيجي ممكن تحطها هون تسميها انت اللي بدك ايها ممكن تحكي الداة لابل تختار الالوان او سوري مش الالوان الارقام حسب اماكنها بمكن تحبك ترجع تحط الجدو شوف معي بقدر احط الجدو ما فيه اي مشكلة نهائية طيب هذا اللي بدك احكي فيه الان بدك احكي برضو بنقطة تانية بهذا الفيديو هليني بس اعمل له دليت طيب برضو فيه دياجرام تاني حاب اني اعرفكو عليه اللي هو كالعادي بنعمل سيلكت نروح على انسيرت نروح على هذا الشكل اللي هو انسيرت هيراريكل كارت او شارت سوري اللي هي التري ماب بس تعمل كليك عليها هالتري ماب هون برضو تتميز بخصائص مختلفة عن التشارت التاني انه ممكن يقسم لك اياها كاتيجوري بناء على المين تيبل او الجدول الرئيسي والعناصر المرتبطة بهذا الجدول وطبعا اذا بتشوف احجام المربعات بتختلف نتيجة الارقام الموجودة انا عندي هون نتيجة الارقام الموجودة عندي هون نفس العملية هذا التشارت برضو ممكن تختار تختار الوان مختلفة او شوف معاي ديزاينات مختلفة برضو ممكن نيجي عند هذا التشارت هون اروح على هذا الدياقرام شوف معاي مثلا طلع لك اياه بهذا الشكل هذا الشكل هون بنسميه اللي هو التري ماب اذا هذا الفيديو هون شرح لي نوعين اخر مرة او خلينا نوضح عليها نأكد عليها من هاي النقطة اللي هي التري ماب والاريا زي ما حكينا الاريا اذا بتلاحظ شوف اي حلاوة البرنامج انه ممكن انت تختار الاريا او دايقرام اللي بتناسب معاك ممكن تنتقل من دايقرام لتاني بكل بكل سهولة يعني ما في اي مشكلة اه نهائية اوكي ما في اي مشكلة نهائية او برضو هون ممكن لو عدلنا بالارقام راح تشوف في عندك هون تعديل مباشر بالنسبة لداتا طه خلينا نجرب بيك مع بعض انا عندي هون مثلا 3000 خلينا لو حطناها 5000 هل راح يتغير الشكل هون اه هي يتغير عندك اذا بتلاحظ اوكي شوف احنا هناك وصلنا الى لهاية الفيديو راح تكون في فيديو تاني جديد بالنيو تشارج